السلام عليكم ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن البرامج برامج الصيانة السيرفيز مود تمام اللي هي بندخل لها عن طريق كود اصفر 107 وبنعلق ادينا على الكنسل البرتواني تمام خمس ثواني وبعد كده بندوس كوبي اس بي تمام ان شاء الله يعني احنا كده الهدف من الفيديو ده ان احنا خيالنا يترسم فيه الوظائف اللي ممكن اقدر احققها من خلال البرامج تمام اكيد كده كده ان شاء الله يبقى فيه فيديو عملي عن ان انا ازاي استخدم وتعامل مع البرامج دي بس اللي انا شايفه الاولوية ان احنا نعرضه الاول الموضوع بتاع الوظائف اللي نقدر نستخدمها من البرامج تمام فهنمشي ماشي سريع كده مع المنهج بامر الله وعن نتكلم بدرداشة سريعة كده عن البرامج اللي موجودة معنا ووظائف بتاعة البرامج اللي موجودة معنا ونفهم ايه اللي ممكن نحققه من كل وظيفة عندنا البرامج بتاعتنا طبعا زي ما احنا عارفين بعد ما بتخش عن 107 لما بنحب بنخش على ايه برنامج بنكتب الرقم بتاعه او بنختاره من المتصفح وده اللي هنشوفه عملي ان شاء الله معنا ارقام البرامج بتبتدي معنا اول برنامج اللي هو 1001 الرقم اللي احنا شايفينه قدامنا ده 1001 تمام في اول برنامج معنا اللي هو 1001 ده و1002 و1002 رقم 2 10023 10024 كل الخمس برامج دول مسؤولين عن زبط الترحيل يعني ايه زبط الترحيل يعني احيانا الورقة تطلع معنا مرحلة الكلام طالع لفوق او الكلام نازل لتحت تمام طيب في نوطة محتاجين نفهمها هنا فيو ترحيل ممكن يحصل عن طريق الفيدر يعني مثلا marker另外 مسلاً لما بصور من عليه الاسكانر الورقة ما بتطلع علش مرحلة لما بطلع التقرير مثلا مثلا بتاع العداد او اطبع منع المكانة الورقة ما بتطلع علش مرحلة انهي مسلاً اصال منع الفيدر الورقة بتطلع مرحلة هل ازبط الرحيل بتاعي من البرامج دى لأ في برامج زبطY ترحيلات بتاعت الفيدر ليس احنا طبعا كدة كدة هنعد عليه لها بس هي دي اللي بنتوجه لها طيب فيه ترحيل ممكن يطلع معانا من على الاسكانر بس لما بحط الورقة على الازاز بتاع الاسكانر ألاقي الورقة مرحلة معاية هل البرامج دي اللي بزبط منها الترحيل ده برضو لا فيه فيه برامج ترحيل بتاعة الاسكانر لوحده يبقى فيه برامج بزبط منها الترحيل للفيدر فيه برامج بزبط منها الترحيل بتاع الاسكانر البرامج دي اللي بزبط بها الترحيل العام بتاع المكانة بمعنى ان الورقة سواء من الفيدر سواء من السكانر سواء من من الطباعة التلاتة بيرحلوا يبقى هنا هتوجه نحية البرامج دي عشان خاطر ان انا ازبط الترحيل اللي موجود تمام طيب في عندنا اول اول حاجة البرنامج الترحيل اللي هو الف واحد واحد ده بيعمل لنا الضبط للترحيل لفوق والتحت طبعا الورقة بتطلع معايا في نوعين من الترحيل الكلام مرحل لفوق او الكلام مرحل لتحت او كلام مرحل ليمين او كلام مرحل للشمال في حالة الترحيل لفوق او لتحت احنا كده بنتعامل صمو علي ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن البرامج برامج الصيانة السيرفز مود تمام اللي هي بندخل لها عن طريق كود اسفر 107 وبنعلق ايدينا على الكنسل البرتواني تمام خمس ثواني وبعد كده بندوس كوبي اس بي تمام ان شاء الله يعني احنا كده الهدف من الفيديو ده ان احنا خيالنا يترسم فيه الوظائف اللي ممكن انا اقدر احققها من خلال البرامج تمام اكيد كده كده ان شاء الله يبقى فيه فيديو عملي عن ان انا ازاي استخدم وتعامل مع البرامج دي بس اللي انا شايفه الاولوية ان احنا نعرضه الاول الموضوع بتاع الوظائف اللي نقدر نستخدمها من البرامج تمام فهنمشي ماشي سريع كده مع المنهج بامر الله وعن نتكلم بدرداشة سريعة كده عن البرامج اللي موجودة معنا والوظائف بتاعة البرامج اللي موجودة معنا ونفهم ايه اللي ممكن نحققه من كل وظيفة عندنا البرامج بتاعتنا طبعا زي ما احنا عارفين بعد ما بتخش عن 107 لما بنحب بنخش على اي برنامج بنكتب الرقم بتاعه او بنختاره من المتصفح وده اللي هنشوفه عملي ان شاء الله معنا ارقام البرامج بتبتدي معنا اول برنامج اللي هو 1001 الرقم اللي احنا شايفينه قدامنا ده 1001 تمام في اول برنامج معنا اللي هو 1001 ده و1002 و1002 رقم 2 10023 و2004 كل الخمس برامج دول مسؤولين عن زبط الترحيل يعني ايه زبط الترحيل يعني احيانا الورقة تطلع معنا مرحلة الكلام طالع لفوق او الكلام نازل لتحت تمام طيب في نقطة محتاجين نفهمها هنا فيه ترحيل ممكن يحصل عن طريق الفيدر يعني مثلا لما بصور من على السكانر الورقة ما بتطلعش مرحلة لما بطلع التقرير مثلا بتاع العداد او اطبع من على المكانة الورقة ما بتطلعش مرحلة بس لما اجي مثلا اصور من على الفيدر الورقة بتطلع مرحلة هل ازبط الترحيل بتاعي من البرامج دي لا فيه برامج زبط ترحيلات بتاعت الفيدر هي دي احنا طبعا كده كده هنعدى عليها بس هي دي اللي بنتوجه ليها طيب فيه ترحيل ممكن يطلع معانا من على الاسكانر بس لما بحط الورقة على الازاز بتاع الاسكانر ألاقي الورقة مرحلة معاية هل البرامج دي اللي بزبط منها الترحيل ده؟ برضو لا فيه برامج ترحيل بتاعة الاسكانر لوحده يبقى فيه برامج بزبط منها الترحيل للفيدر فيه برامج بزبط منها الترحيل بتاع الاسكانر البرامج دي اللي بزبط بها الترحيل العام بتاع المكانة بمعنى ان الورقة سواء من الفيدر سواء من السكانر سواء من الطباعة التلاتة بيرحلوا يبقى هنا هتوجه نحية البرامج دي عشان خاطر ان انا ازبط الترحيل اللي موجود تمام طيب في عندنا اول حاجة برنامج الترحيل اللي هو 1111 ده بيعمل لنا الضبط للترحيل لفوق والتحت طبعا الورقة بتطلع معايا في نوعين من الترحيل الكلام مرحل لفوق او الكلام مرحل لتحت او كلام مرحل لليمين او كلام مرحل للشمال في حالة الترحيل لفوق او لتحت احنا كده بنتعامل مع البرنامج 1001 بس كده لا البرامج الترحيل بتاعت اليمين والشمال زي ما احنا شايفين في الـ 1221 1222 123 1224 كل درج بيبقى ليه البرنامج يعني 1002 رقم واحد ده بيزبط الترحيل اليمين او شمال من الدرج الاول اللي بعديه من الدرج التاني اللي بعديه من الدرج التالت اللي بعديه من الدرج ما ذلك عندنا ترحيل لفوق وتحت حرارة يعني الورقة عندي بتمسح وعلت الحرارة مثلا هي كانت 160 خلتها 180 ولقيت الكلام برضو بيمسح حط احتمال ان الحبر يكون فيه حاجة مش كويسة ان نسبة السمغة في الحبر ممكن تكون اصلا ضعيفة فهي اللي بتسبب كده طالما انت راجعت عالكبسي لقيته كويس وعلت الحرارة ممكن النوع الحبر يبقى مش كويس وممكن نوع الرول العلوي اللي انت مركبه يبقى مش كويس انت برضو لازم تربط الموضوع باخر احداث حصلت يعني انا عندي دلوقتي باجي اصور الاقي مثلا اول ورقة تطلع كويسة تانية كويسة تالتة تبتدي كلام يبتدي يتمسح ويلغبط وكلام يتطبع ورا بعده كده حتت مبتنشفش كويس وكلام يتكرر ورا بعده واجه وقف المكنة اجي عيد من تاني الموضوع يتعد معي من تاني ايه اخر حاجة حصلت كنت لسه مغير الرول العلوي شك في الرول العلوي لان ده عيب الرول يعني خامات كتير من الرول العلوي اللي موجودة في السوق حاليا بتعمله فانت لازم وانت بتيجي تصلح العطل سواء عندك في المكنة او سواء انت راجل مهندس بتروح تصلحها لعميل لازم تستفهم ايه اخر حاجة حصلت ايه اخر حاجة حصلت او اخر احداث حصلت عشان قطر تقدر انك انت توصل للعطل موضوع شوية المعلومات اللي انت بتلمها العميل لإيه اللي حصل قبل العطل المكنة كانت ماشية سليمة يعني انت عطلك دلوقتي ايه عميل ان الورقة بتمسح هل انت نمت وصحت الصبح لقيت المكنة بتمسح ولا فيه حاجة حصلت قبل منها ضروري لو انت عميل والمهندس بيسألك السؤال ده انك انت تكون صريح جدا وتجوب كل حاجة لان ده هيوديه لمعلومة ضروري انك انت لو مهندس وروح تتصلح مكانة عند عميل انك انت تسأله السؤال ده تقريبا في كل عطل عادة مثلا ان الشفرة فوتت تمام انت ممكن السؤال اللي تسأله قعدت معك قديه مركبها امتى انت فاهم انما ان الشفرة تفوت ده ده شيء وارد بيحصل انما ان عطل زي ان الكلام يتمسح مثلا مش وارد مش وارد انه يحصل منه نفسه تمام طيب يبقى اونا ضبط حرارة السخين الرول العلوي والرول السفلي الرول العلوي قصدي النص والطرفين بيبقى البرنامج بتاع 11051 ده بيزبط لي النص بتاع الرول 11052 ده بيبقى الاطراف بتاع الرول طيب انا دلوقتي في حرارة شغالة لازم انا بيزبط الحرارة او بقول للمكنة الحرارة بتاعت النص الرول هتبقى160 الحرارة بتاعت الطرفين الرول هتبقى 170 تمام انت كده تمام في دلوقتي معلومة أنت هتحتاج تعرفها الحرارة دلوقتي كام يعني هل هي الحرارة بتوصل للمعيار اللي أنا ضابطها عليه ولا بتوصل لأقل ولا بتوصل لأعلى البرنامج بتاع 11061 11062 ده الإراية بتاعت السرمستر للحرارة 11061 ده الحرارة بتاعت نص الرول 11062 ده الحرارة بتاعت طرفين الرول طب إيه الأحوال اللي أنا ممكن أحتاج فيها أن أنا عرف درجة الحرارة مثلا 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 ما كانت بتديني 542 و 542 ده زي ما هنفهم من الحرارة ما بتوصلش لدرجة التسخين في الوقت الطبيعي بتاعها معنى ذلك أن أول حاجة أنا عايز أعرفها أنهو لمبة هي اللي عندها مشكلة هل هي اللمبة بتاعت النص ولا اللمبة بتاعت الطرفين ولا السرمستر بتاعت النص ولا السرمستر بتاعت الطرفين أنا عندي جزئين تسخين دلوقتي نص وطرفين فأنا لازم أحدد العطل بتاعي فأني حاجة فيهم عشان لما أجأ ألعب ما لعبش في السرمسترين وما لعبش في اللمبتين وما لعبش في الاتنين سرموفيوز ألعب في الحاجة اللي فيها عطل تمام؟ ما لديش الخيارات للنفس كتيرة واسعة وافضل أحرق في وقت تمام؟ وهنا 1-1-0-6 اللي هيخليني أفهم أنه يعني السرمستر دا اللي فيها عيب ولا السرمستر دا اللي فيها عيب اللمبة دي اللي فيها عيب ولا اللمبة دي اللي فيها عيب السرموفيوز دا في عيب أو السرموفيوز دا عيب وغالبا من انظر النوادر ان العيوب دي بتبقى في اللمط اللمبة تقريبا ما شفتهاش فيها عيب غير لما بتتكسر انما طالما اللمبة سليمة اللمبة بتكون شغالة ده كده رقم واحد العيوب بتنحصر في ثلاث حاجات بالنسبة لموضوع بتاع الحرارة ده العيوب بتنحصر لثلاث حاجات انا اسف التليفون اللي بيريني كل شوية ده حقوقوا علي بس انا بصراحة معي يعني مش عارف اقولوكو ايه مهم معلن العيوب بتنحصر في ثلاث حاجات اول حاجة السيرموفيوز ان السيرموفيوز بيكون ضرب فبناءا عليه بيقيتها على الكهرباء بتاعة اللمبة بناءا عليه السيرمستور مثلا لو هنقول السيرموفيوز بتاعة اللمبة اللي بتسخن الطرفين ضرب بناءا عليه السيرموفيوز بتاعة السيرمستور بتاعة الطرفين بتاعة الرول العلوي ايه اللي هيحصل معاه هيبتدي لما السخاني يشتغل اللمبة بتاعت النص تشتغل السرمستور بتاع النص هيرى ان الحرارة بتطلع بشكل طبيعي واللمبة بتاعت النص لما تشتغل هتنقل حرارة للطرفين بس بشكل ضعيف فبناء عليه جينا فتحنا المكنة دخلنا برامج برنامج 1106 واحد لان الحرارة مثلا عملا تطلع هاي 50 60 70 80 90 100 110 120 دخلنا على 11062 فأثناء الحرارة بتاعت السرمستور بتاع النص ما هو 120 هنلاقي السرمستور بتاع الطرف كم مثلا 50 55 57 عملا يطلع على مهله واحدة واحدة ايه اللي بيحصل هو حاسس بحرارة بس هو اللمبة بتاعته مش شغالة هو حاسس بالحرارة بتاعت اللمبة بتاعت النص فبناء عليه المكنة هتقرأ تأخير في الوصول لدرجة الحرارة بتاعتها في خلال 10 ثواني بتاعها تمام بسبب السرمستور بتاع الطرف مش السرمستور بتاع النص فبناء أنا عليه انت مجرد دخولك على البرنامج بتاع 1106 وانك انت تتابع الحرارة بتاعت النص والحرارة بتاعت الطرفين عملتين من هنا الهنا عرفت أنا وسرمستور اللي عنده مشكلة ده كده رقم واحد ايه اللي ممكن تشكي فيه اول حاجة لو لقيت المنظر اللي انا بقولك عليه ده اول حاجة تشكي فيها السرموفيوز كده رقم واحد تاني حاجة تشكي فيها الرول العلوي وده مستبعد شوية في الحالة اللي انا بقول عليها مستبعد شوية تمام تالت حاجة تشكي فيها السرمستور ذات نفسه ممكن السرمستور يكون بعيد شوية عن الرول العلوي مش لازم في الرول العلوي ممكن يكون السرمستور ضعيف انا احيانا قابلني انواع سرمستور من اول ما بتركبه ما بيعلاش عن الحرارة يعني الحرارة توصل معي و30 ما يقراش اعلى من كده والحرارة بتبقى بتسخن هو ما يقراش اعلى من كده تمام وده يدلك انك انت لازم يبقى معاك لستة بقطع الغيار الجايدة وانك انت لما تيجي كراجل مهندس تشتري قطع غيار عشان قاطر يعني هي دي القطع الغيار اللي انت شغال بها عند عميلك لازم تكون انضف قطع غيار عشان ترايح دماغك من المويل دي عشان انت بتبقى محتاجة انك انت تروح تصلح عرفت اول حاجة بتحل العطل عرفت الحل بتاع العطل ايه بتقول لي العميلة المكنا محتاجة كذا بتيجي تغير الكذا ده تبقى خلصت ما يبقاش غيرنا حاجة بتطلع لنا عيب تاني ونقعد نمشي ونلف حولين بعضينا المهم يبقى كده ايه عرفنا 11061 اللي هي الاراية بتاعت السيرمستور بتاعت الحرارة بتاعت النص 11602 الاراية بتاعت السيرمستور بتاعت الحرارة بتاعت الاطراف تمام تاني برنامج معانا هنا كده السيكشن رقم واحد خلص معانا هل في برامج تاني في السيكشن رقم واحد بس برامج انت لا انت احتاجها في شيء وانا لا احتاجها في شيء وتقريبا ما حدش بيحتاجها في شيء تمام فهي دي ايه البرامج يعني خلصة البرامج اللي انت بتحتاجها في السيكشن رقم واحد وعلى فكرة انا حطط لك هنا برامج برضو ممكن ما تحتاجهاش قوي بس يعني انا شايفها في ذات نفسي ان يعني انا حطط برامج بزيادة جدا فوق اللي احنا بنحتاجها بكتير بس الهدف منها ان انا اعرف الوظائف اللي ممكن اقدر احققها من خلال المكان من خلال البرامج دي اول برامج بيقابلنا هنا في السيكشن رقم اتنين برنامج الفين وواحد واحد ده برنامج ضبط شحن الدرام في التصوير والطباعة تمام طيب اول حاجة لازم نعرفها عن البرنامج ده في حالة الـ 22-08 برنامج 22-08 اللي هو البرنامج اللي بيتحكم لي عملية البروسيس كنترول في المكناة دي شغالة اوتوماتيك ولا مانيول في حالة الصفر بتبقى اوتوماتيك في حالة واحد بتبقى مانيول في حالة البروسيس كنترول بتاع المكناة لما يبقى شغالة اوتوماتيك المكناة هي اللي بتتحكم في قيمة الشحن ده مش انت يعني انت احيانا انت تجي تخش على الشحن ده تلاقي 1500 احيانا انت تجي تخش على الشحن ده تلاقي 1600 منه النفس ومحدش لعب فيه تمام فانت حتى لو غيرتي قيمة الشحن لو هو 1500 دلوقتي وانت خليته 1700 لسبب ما وخلاص زبطت الصورة والزرعة زبطت معك على كده هيجي يعدن نفسه مع عدد الورق اللي بيتصور وهيرجع تاني للرقم اللي هو مقتنع به او الرقم اللي المكناة مقتنع به تمام ففي حالة الـ 22008 ما بيبقى صفر انت ملكش كنترول على البرنامج ده في حالة 22008 بيبقى واحد انت هنا اللي بتعمل الكنترول على البرنامج ده وانت اللي تقدر تتحكم والرقم اللي انت هتكتبه والمكناة مش هضغيره تمام طبعا انا مش من هوات ان احنا نزبط المكناة من شحن الدرام يعني مش هاوي الموضوع ده عادي ممكن يحصل في الحالات المتأخرة بعد درام الدرام حالته تعبانة وانت عايز تماشي نفسك فبتبتدي انت فاهم تلعب في الشحن ده شوية في الشحن بتاع الدرام شوية بحيث انك انت تطلع احسن صورة ممكنة لا ايا كان العميل اللي هي الظروفه ما بتسمحش انه هو يغير وعايز يماشي حاله ايا كان الظرف اللي مقابلك بس عموما كتعة الغيار طالما بتجيب كتعة غيار نضيفة وبتركبها تقريبا بتبقى خلاصي يعني مع انتهاء العمر الافتراضي مع كتعة الغيار انت حققت مكسب كويس ما نحاولش ان احنا نشغل المكناة نعصرها لاخر درجة لو في مساحة ان احنا ناخد صورة كويسة ونشتغل ماشي ما فيش مساحة لكده عشان ما نشتتش نفسينا ما نحطش المكناة على طريق الاعطال المستمر بقى تمام؟ فالحاجة اللي تحتاج تتغير يعني اعتقد انها تتغير احسن يعني ده اسلوب احسن وامسن طيب 2021-2 وعلى فكرة انا اسف برضو قبل ما نخش في 2021-2 العملاء بتاعت البروسوس كنترول دي احنا لسه ما تكلمنش عليها وانتكلم عليها بس انا حابب ناخد الوظائف بتاعت البرامج الاول عشان قاطر وانحنا بنتكلم في البروسوس كنترول ونيجي نتكلم في البرامج نبقى الدنيا قدمك صحية معنا تمام؟ وبعد كده في كل الاحوال الكورس هيبقى معاكو كل الفيديوهات هتبقى جاهزة اللي حابب يقدم حاجة عن حاجة ويؤخر حاجة عن حاجة ده شي برحته معاه بس انا بيبقى ليه وجهات نظر في الكلام ده ويعني ربنا يجعل فيها الخير يعني برنامج 2021-2 ده ضبط شحن الدرام في حالة تكوين عينة ID سنسور العينة بتاعت الـ ID سنسور اللي هو المربع اللي سود اللي المكنا بتعمله عشان الـ ID سنسور ياخد القرية بتاعت كسافة الحبر ما بيبقاش بنفس قيمة الشحن بتاع الـ 2001 اللي هو المكنا بتشتغل عليه تصويره تمام؟ هو بيبقى 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 ليه رقم تاني احيانا اتحكم في البرنامج ده ارفعه او انازله في حالة ان انا عايز اعلاعب في كسة العينة بتاعت الـ ID سنسور ان انا عايز افهم يعنى المكنا تحس ان فيه احيانا يعني بس اوقات قليلة ان المكنا بتبقى أريل عينة تقيلة او قليلة وعلى فكرة الموضوع ده انا ما بعملوش من يعني ما بعملوش من شحن الدرام انا بعملوه من شحن الدفولبر لان برضو العملية بتاعت شحن الدرام دي ما بيبقاش عليها control حتى بتاع العينة بتاعة الID sensor في حالة 2208 بيبقى صفر اللي هي بتبقى automatic فكده كده مش هستفيد في حاجة ولما 2208 يبقى واحد يعني ال process control يبقى manual انا كده كده عملية الID sensor ما بيتمش معايا خلاص انا لغيت process control ولا ID sensor بياخد اراية ولا TD sensor بياخد اراية كل الحاجات اللي الاراية دي المكنة بتاخدها عشان تزبطها انا اللي بزبطها بايدي تمام فكده كده يعني ايه ما تشغلش بلك بالبرنامج ده يعني في عندنا برنامج 2103 التحكم في قوة شعاع الليزر تمام في عندنا في شعاع الليزر بتحكم في شعاع الليزر في حالة التصوير وفي حالة التباعة يعني أزود شعاع الليزر أو أقلل شعاع الليزر طبعا أزود شعاع الليزر ده الصورة بتتقل معي أقلل شعاع الليزر ده الصورة بتخفي معي في عندي في حالة التصوير بيبقى عندي الكنترول اللي انا بتحكم فيه في شعاء الليزر اللي هي كده كده احنا عارفين عندنا معلومة ان وحدة الليزر بيبقى فيها لمبتين اللمبة اللي فوق واللمبة اللي تحت اللمبة الاولى واللمبة التانية اللمبة الاولى واللمبة التانية في حالة برنامج 21031 21032 دول لما ارفعهم او انزلهم انا كده بزود وبقلل الصورة في حالة التصوير في عندنا 2103 3 21034 اربعة دول برضو التحكم في قوة شعال ليزر اللامبة الاولى واللمبة التانية بس دول في حالة الطباعة طبعا احنا هنا القيم بتاعتنا بيبقى من خمسة من سالب خمسة وعشرين السالب انا بتحكم فيه في البرامج عن طريق النجمة يعني لو عايز اكتب سالب خمسة بدوس نجمة خمسة وبعد كده الشباك كده كالانتر بتاعي اول اوكي تمام الليمت بتاع القيم بتاعت البرنامج بتاع شعال ليزر من سالب خمسة وعشرين لاربعة وستين في حالة التصوير في حالة الطباعة من سالب خمسة وعشرين لتسعة وسبعين يعني اقل حاجة سالب خمسة وعشرين اعلى حاجة تسعة وسبعين تمام وطبعا قوة شعاها الليزر ده مليش كنترول عليه طول ما البروسيس كنترول شغالي يعني طول ما اتنين وعشرين زيرو تمانية بتساوي صفر انا مليش كنترول عليه انا اسف طيب في عندنا بعد كده برنامج اتنين واحد زيرو تسعة تلاتة واثنين واحد زيرو تسعة اربعة البرنامجين دول زي ما احنا كلمنا في العملية بتاعت واحدة الليزر لما اتكلمنا في واحدة الليزر قلنا في المطور اللي بيحرك الكرتب بتاعت واحدة الليزر لفوق والتحت عشان يزبط الكسافة بتاعت شععين الليزر مع بعض تمام ده بيبقى لي مكانين المطور ده بيبقى لي مكانين ولو حد عايز يرجع للموضوع ده يفهمه اكتر يرجع ان شاء الله للفيديو بتاعت واحدة الليزر وهيفهم الموضوع ده البرنامج بتاعت 2193 و 2194 بطريقة تفعيلهم عن طريقة زرار بتاعت اكسيكيوت في حالة ان احنا بنعمل ريسيت للمكنة لازم 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 نعمل البرنامجين دول ولو ما عملناش البرنامجين دول ما عملناش اكسيكيوت للبرنامج ده واكسيكيوت للبرنامج ده هنلاقي نفسينا بنجي نصور اول وراء تطلع من المكنة وبعدك ادينا عطل اسي سي 329 الحل بتاع العطل ان احنا بنفعل البرنامجين دول ما بنشوفش سلبية اكتر من كده وما احتاجش معلومات في الموضوع ده اكتر من كده في حالة لما بنفعل برنامج ريسيت اللي هو 5801 يبقى لازم بعد منه افعل برنامج 2193 اعمل لوكسيكيوت و2194 اعمل لوكسيكيوت تمام بنخش على البرنامج اللي بعديه 222011 ده اللي بيزبط لي قيمة شحن الدول بر تمام وده مالوش دعوة بالبروسوس كنترول ده شغال معايا بستخدمه ان انا بقلل الشحن بيه او بقلل الشحن بيه طبعا اقلل الشحن الصورة هتبقى هتروح نحية البهتان هعلي الشحن الصورة هتروح نحية تغمية نصحتي ما تستخدمش البرنامج ده عشان تتقل الصورة يعني البرنامج ده الستندرد بتاعه بيبقى سلب 560 تمام ما تحاولش انك انت الصورة بهتانى عندك فترفع البرنامج ده عشان قطر تتقل الصورة الصورة لو بهتانى يبقى في حاجة غلط واكيد الغلط مش ان الشحن مزبوط مش ان الشحن 560 اكيد الحاجة الغلط في حاجة تانية واحدة اللي اظهر متوسخة الحبر نسبته قليلة في التانك ايا ان كان السبب هيكون ايه بس عالج السبب ولو انت عاليت الشحن انت بتعرض الضرام ان هو ينقط ده كده اول حاجة ده في حالة لو الديفولبر بتاعك كان ضعيف تاني حاجة انت معالكتش السبب انت لو عاليت الشحن دلوقتي والصورة تغلت معاك المكان هتشتغل شوية وهتبهى التاني وانت معالتش اي حاجة تمام فحالة ان انا بتعامل مع البرنامج ده افضل يا جماعة ما نحاولش نستخدم البرنامج ده عشان نتقل الصورة البرنامج ده بنحاول نسيبه على وضع 560 بستخدمه في حالة واحدة لو المكان عملت اوفر تونر تمام يعني نزلت حبر كتير في التانك وانا دلوقتي شلت الازازة بتاعت الحبر عشان خاطر هطلع الحبر الزيادة اللي في التانك عن طريق ورق اسود او ان انا هصور الورقة او ان انا هصور ورق فعبالما الحبر اللي في التانك يخلص وبعد كده هزبط البرامج بتاعتي تاني عشان ارجع الازازة حطوه ازازة الحبر تاني فانا ممكن عشان يعني عشان الصورة تطلع رائقة شوية معايا اسناء ما الحبر يخلص من التانك الحبر الزيادة ممكن استخدم برنامج الشحن ان انا اقل للشحن معايا برنامج الشحن من سالب 200 لسالب 700 تمام طبعا انت بتكتب 200 بتكتب 700 ما بتحتاجش انك انت تدوس نجمة تستخدم كلمة السالب هو حططه لك اوتوماتيك يعني في البرنامج ده فانت معنك من 200 ل700 ده الشحن بتاع الدفولبر تمام بستخدمه امتى ان انا لو السورة قيلة قوي معايا وفي اوفر تونر وعايز ان انا اشتغل على المكانة شوية لما الحبر اللي في التنك يخلص وكده كده بشيل الازع عشان امنع امداد الحبر للتنك تمام فانا بستخدم البرنامج ده ان انا بقالل بالشحن فالصورة بتبقى هادية شوية معايا ممكن تبقى مقبولة بالنسبة للعبيل انه هو يشتغل عبالما الحبر اللي اوفر تونر ده يخلص 22.01 اتنين ده بزبط به ايمة شحنة دفولبر في حالة عينة الايد سنسور تمام العينة بتاعة الايد سنسور طبعا بيبقى مكونة من شحنة درام مشيء طبيعي جدا والليزر بينزل يفرغ الشحنة ده وبعد كده بينزل ياخد يجزب الحبر من تانك الدفولبر بس الشحنة بتاعة الدفولبر في حالة تكوين العينة بتاعة الايد سنسور بيستخدم برنامج الشحنة بتاعة 22.01 وانا ياسف التليفوناتي كتير دي فبس انا هتطر ان انا ايه اوقف الفيديو ده على كده وان شاء الله ايه نكمل الفيديو الجاي لان ايه الدنيا مقلوبة يالا اشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر